السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار ده هنعمله ايه هنعمله مشروب البلح الجبار البلح البلح السماني بنعمله لانه جامد ما بيعرفش يتاكل بيبا ناشف اما البلح الزغلول ده نعم كده وبيتاكل وممكن نخزنه في التلاجة لما البلح يخلص نطلع نطلع كيس كيس كده هوت ناكله بيبا رطب جميل في الشتاء اما البلح ده هوت بيبا ناشف كده ونعملهش اي حاجة يا نعمله عجوة يا نسيبه يرتب بس احنا بنعمله مشروب البلح الجبار بنحبوه بنعمل البلح الزغلول سواعي كمان نعمله كده هوت جميل اخدت حبة بلح اهو نصهم دروقتي هنملى الحلة والنص التاني نشيله لما يخلص هنخسره طبعا كويس ونروح رفعه على النار وهنوريكم هنعمل مشروب البلح الجبار ازاي البلح ده لو حد اكل واحدة ما يكلش التانية جامد اما البلح الزغلول بيبا ناعم وجامل كده هوه اهو البلح ده هوت هنعبي كمان في كياس ونخزنه في التلاك اما ده هنعمل نصه كده ونصه هنوريكم غسلته كويس جامد جدا على الحود وبصوا الميندفة زي الفل ازاي وولحت عليه البتو جائس ولما يتيب هنرجع لكم بس هوه بيتيب بسرعة يعني خلاص طبعه ده سحر ده ولا هي اولا وطبعه البلح يتيب بجا نروح غسل حبة حلبة صغيرين اهو حلبة حاسة وحطاهم البلح الزغلول بجا لما انا نسلجه كده هو بيبقى المية بتاحته ما بنحط له ها السكر بتبقى حلوة اما ده بيعوز معلجتين سكر كده معلجتين سكر كده هو تلات معالج سكر كبار كده هو اتحطتهم يعني مش عاوزين حلوة كتير وطبعا احنا عارفين فوايد الحلبة بس انا بنحط في الاخر بجا خالص ايه لما يتيب بصوا شجق لما يشجق ويتيب اهو كده هو طب البلح احنا نحط الحلبة ومعلجتين سكر ونعملوا البلح بيبقى طعمته جميلة والمشروب بتاعه ده هوت نشربه كده جميل تحفة تحفة وطب البلح ها هو بصوا حطيت البلح الزغلول بصوا في كياس صغيرة يعني الكيس طبق طبق نطلعه كده هوت لما البلح بجا يخلص احنا عندنا بلح ويجينا بلح حديات يعني ما نشتروش بلح الناس يجيبونا بلح واحنا نوضلهم بلح احنا عندنا نخلة ندي للناس بلح وناس تانيه يجيو يجيوه لي بلح هول مشروب الجبرة هبصوا البلح جميل ازاي وطبعا الحلبة جميلة ومفيدة والبلح بيبقى طعمته جميلة اه رايكم في الفكرة دي ده انا بنحبه انا وابو حودة انا وابو حودة ابو حودة يقولي بسلوكي حبة بلح نسلوك حبة بلح انا بنشرب ههم جاعدة نشرب جنبكم نقولكم على جماله وبنكل البلح جميل ازاي وطبعا الحلة الكبيرة اللي انتوا شفتوها دي نحطها في التلاجة واللي عاوز نجيب له بلحتين والمشروب السحري بتاع البلح ده ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك واشتراك للقناة والسلام عليكم اشتركوا في القناة